اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول شي سعد صباحكم بالنسبة للترز المعمارية انا ليه حبيت انه نحكي عنها تنوعت عبر العصور مثل ما منعرف الترز المعمارية والانماط بما يتناسب مع البيئة بما يتناسب مع المناخ بما يتناسب حتى الحالة الاقتصادية كانت تنعكس في داخل بيوتنا فمنلاحظ انه يعني لو بدنا هيك ناخدهم نعددهم سريعا فيه كان عندنا احد الانماط الدارجة بفترة معينة عبر العصور اللي هو النمط الكلاسيكي كان فيه تفاصيل كتير زخمة في الجدران في الاسقف حتى في اختيار العفش نفسه في الكنب كان في زخرة فيه كتير كل ياته كان غني بالتفاصيل بالحفر بالالوان الاشياء المدهبة فكل ياته هاي عكست على هذا التراز طبعا هذا التراز لما طلع كان الناس في حالة اقتصادية كتير كتير منيحة اللي هو تأحديدا بعد الثورة اللي ظهرت عنها في الفترات القديمة وانقسمت فيها الناس لأقسام يعني النبلاء والطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة فهاي خلينا نحكي نمط الكلاسيكي كان دارج أكتر عند الطبقة النبيلة فيعني هذا هيك التعريف سريع وطبعا مثل ما عم نشوف هون أكيد المشاهدين عم بيشوفه معانا كان مليء بالتفاصيل وفيه موضوع كتير مهم بيميز هذا النمط اللي هو يعني الجزء اليمين خلينا نحكي من أي غرفة أو أي مكان بينعكس تماما على الغرفة اللي الشمال ففيه كان سمتلي رهيبة في مساحات بالضبط والأقواص واستخدام الحجار اللي يعني موجودة بالطبيعة كانت بكثرة وبطريقة حلوة بتشكل يعني هيك حتى بتعرفي لأننا نطلع على المباني الكلاسيكية حتى على بساطتها حتى لو مجرد كانت عبارة عن غرفتين يمكن نشوف فيه جمالية هيك تاريخ تعرفي كتير حلو صح فيه نقطة كتير مهمة حكيتيها أن النمط الكلاسيكي دايما في التصميم الداخلي أنا ما بنصح أبدا أنه نستخدمه في المساحات الضيقة الكلاسيكي بتطلب مساحات كتير واسعة لأنه فيه كمية تفاصيل كتير كتير كبيرة هلأ مننتقل للنقطة اللي بعديها اللي هي بدنا نشوف النمط الحديث أو المعاصر هذا النمط بيتطلب خطوط مستقيمة مساحات برضو يعني خلينا نحكي فاضية أكتر ما فيه تفاصيل الفيرنشنج فيه خلينا نحكي بسيط قدر المستطاع فهي أهم مميزات طبعا الألوان كانت أغلبها ألوان حيادية ممكن هيك نعطي زي بوبوف كالر بشي معين يعني تحسي كل خطوطه مستقيمة بالضبط أغلبه خطوط مستقيمة بالضبط هلأ فيه شي كتير حلو دمج بين طبعا هلأ المشاهدين وإحنا عم نحكي عم بيشوفوهم الصور عم بيتابعوا معنا فيه شي كتير حلو دمج بين الكلاسيك والمودرن اللي هو هلأ عفكرة دارج في أغلب بيوتنا لنيو كلاسيك عم بيسموه فبتلاقي مثلا ممكن عم منشوف بالحيطان فيه تفاصيل شوي كلاسيكية بس بالمقابل عم بيكون في عندي العفش أو الفرش في مودرن مثل ما عم منشوف في السلايدة اللي بعديها هلأ يعني عم نعمل ميكس ومنرضي كافة الأذواق جميع الأذواق بالبيت بنحس إنه الرجال بيحبوا أكتر الكلاسيك أو السيدات أو ممكن العكس بالضبط وكمان ممكن ننتقل للنقطة اللي بعديها اللي هو أحد الأنماط اللي هو النمط الإسلامي طبعا يمكن للمشاهدين لما نحكي نمط إسلامي بتخيلوا زخارف وشيء إحنا دائما رابطين الإسلامي بالشيء القديم هلأ كتير عم ندمج الكاليغرافي الأربسك الإسلامية مع التصاميم الحديثة وحشان هيك حبيت أحط لهم هون صورة المشربيات بطريقة مودرن هلأ رجعت رجعت الكتابات لما ندخلها عن طريق الجدران يعني بطريقة معينة ندمج فيها بين المدن وبين النمط الإسلامي تكلفة كل هالديكورات هلأ بتحسي إنها فرقت عن قبل بما إنه قلتي إنه بالبداية إنه الطبقة النبيلة كانت أكتر تستخدمه هلأ الأسعار مناسبة للجميع أنهم يستخدموا هاي الدكورات بمنازلهم هلأ بتعرف شو موضوع التكلفة هو موضوع كتير متفاوت يعني عشان هيك وجدت الأنماط المعمارية فيه أنماط معمارية لها تكلفة كتير مرتفعة وبتطلب ماتيريال خلينا نحكي مرتفعة بس إنتوا كمهندسين ما حاولتوا تتلاقوا حل بديل لهالديكورات إنه الكل يستفيد منها هلأ طبعا كماتيريال يعني أكيد يعني هي خلينا نحكي أفوردابل للكل بس فيه أشياء معينة كديكورات خلينا نحكي الأشياء اللي بتطلب حرفة عالية من الحفر من يعني التركيب فيه أشياء تركيبها مش سهل هاي كليات هلأ هي بتشكل تكلفة بالضبط على خلينا نحكي صاحب المشروع نكمل باقي الأنماط هلأ بالأنماط إذا بدنا نيجي نكمل بعد النمط الإسلامي أنا مش متذكرتهم فحابة أمشي بالترتيب على السلايدات آه اللي هو النمط الفرنسي هلأ كتير عم نشوفه حلو كتير اللي هو عفكرة زي الاستوديو كيف عنا الفنوهات اللي في الحيطان الفخم جدا بالضبط بيتميز بالفخامة هو بيدمج بين الفرنسي والكلاسيكي منشوف الأعمدة فيه أهم ما يميز هذا النمط أنه بيعتمد على الألوان الكتير هادية ورائعة بالضبط فمنشوف أنه الألوان يا إما بتكون أبيض يا إما باستيل كولرز البيجيات يا إما درجات الرمادي طب الفرنسي ما بدخل فيه اللون البوردور الغامق دايما مع الدهبية هلأ بوقتي طبعا في النهاية نحنا مناخد لا يعني استخدام نمط أنه أنا أقتصر هذا النمط لحال وما أستخدم أي شيء تاني معه لا أنا في أدمج بين مثلا الستايل الفرنسي بدخل معه الستايل اللي كلاسيكي بزخارف معينة بأشي بألوان معينة بس إذا بدنا نحكي عن الفرنسي الفرنسي لا نحنا عم نحكي عن لون أبيض أو لون بيج أشياء كتير حيادية درجات جدا أنه هي كفاتحة رائعة بصلا هاي الألوان مريحة نفسيا أصلا ومريحة وبتعرف ما بنزهق منها يعني فيه أحيانا أنماط بتحسي أنه يا الله خلص فصل الخبري والألوان الغامق بنزهق منها بسرعة طب دي أسألك سؤال هل ممكن نجمع في داخل المنزل بأكتر من نمط يعني غرفة المعيشة غرفة اللي بيعدوا فيها العيلة عادة ويشوفوا التلفزيون بيكونوا مرتاحين تكون لها نمط معين ممكن الصالون نعمله بنمط معين ولا يعني لا ينصح لازم يكون كله متكامل وإنسيابي مع بعض شو رأيك؟ هلا أنا إليك ألا لا بفضل إنه نغير أنا مثلا ما بحب أفوت على الصالون فرنش ستايل غرفة نوم فرنش ستايل الحمام فرنش ستايل لا بحب كتير إنه ناخد من كل إشي في النهاية بيتنا هون مكان اللي عن جد بنقضي فيه وقت وبنحب إنه نكون مزهائي بتحسي كل غرفة بتحسي كل غرفة إليها طابع بدنا هلأ لما نيجي نكمل لقدام حتشوفوا فيه كتير أنماط بنقدر نستخدمها أو أصلا إحنا مستخدمينها وإحنا مش منتبهين يلا خلينا نشوف بعد النمط الفرنسي إيش معانا أوكي هلا بعد النمط الفرنسي في عنا النمط الريفي هذا النمط درج أكتر في البيوت خلينا نحكي الريفية بيتميز باستخدام الخشب بكثرة بالأسقف اللي هي البتشتروف استخدام الخشب استخدام الجلود كان بهديك الفترة الأخشاب الفاير بليس هي عنصر كتير مهم لأن أغلب البيوت الريفية تتمحور وتتمركز حوارين الفاير بليس اللي يستعملون بالمزارع بالضبط باللي هي بالمزارع ما يقابل البيت الريفي لو بدنا ناخد السلايدي اللي بعدها اللي هو البيت أو النمط الساحلي اللي هو درج أكتر في المناطق الساحلية طبعا أنا من عشاق هذا النمط كلنا من عشاق هذا النمط هلا رح يشوف المشاهدين بالصور بيتميز بالألوان البيضة مع إضافات بسيطة من الألوان اللي هي الزراء تبع زراء البحر حتى الإكسسوارات فيه بسيطة جدا إكسسوارات بحرية أشياء المحار الصدف كله يعني هو إشي كتير كتير بسيط وبحري بنفس الوقت ذكرتيني عملت القعدة عندي هيك أبيض شهر شهر واضطريت أغيرها من وراء الأولاد صح قلت الأبيض إحنا وهذا الستايل الساحلي ما بزبط معنا أبدا هلا ما زبط حكيك بس أحكي لك هلا جديد فيه ماتيريالز كلياتها تكون سهل تنظيفها سهل كتير تنظيفها فاللون الأبيض أنا ما بنصح بأنه حدا يحطه إلا إذا كان اختاره بعناية فائقة هذا اللي سألتيني عليه أحيانا بتفرق على التكلفة هي تفاصيل كتير بسيطة بس مثلا أنا أجي أحط لون أبيض شمواء ومش قابل للتنظيف أكيد شهر والضبط حتى تغيري أو حتى دهان عشان هيك الآن ظهر عندنا الديهانات اللي هي ما بيعلق عليها الغبرة بتتنظف بسهولة فهي التفاصيل كلها لما الواحد يأثث بيته كتير مهم أن ينتبهي لها تكمل أمات بعد الساحلية بعد الساحلية في عندنا النمط الإسكندنافي هلأ هذا النمط ظهر أكتر في الدول الإسكندنافية زي ما بنعرف هاي الدول اللي هي مثل النرويج السويد بتتميز بي البرودة وهي مثل ما بنعرف هي فصل الشتاء عليها أغلب مواسم السنة طويل بالضبط اللي هو ستايل آيكيا خلينا نحكي البيوت في هاي الانتيريا ديزاين في هاي البيوت في هاي المناطق كتير كتير مهم نهتم بواجهات الإضاءة اللي عم بدخل فيها الشمس لأنه بسبب البرودة والشمس ما بتدخل عندهم بنهار فترة يعني منيحة فواجهات الشبابيك كانت كتير كتير كبيرة فرش كتير بسيط يعني ما فيه تعجيء عملي خلينا نحكي أكتر أرض خشبية ألوان فاتحة ألوان درجات البيج درجات الأبيض يعني هيك شيء عملي خلينا نقول والنمط الأخير ناخد الصور ايش كمان فيه الانماط؟ آه هذا النمط البوهيمي أو البوهو ستايل هو نمط خلينا نحكي مدموج بيدمج بين الألوان بين منشوف فيه السجاد الملون النقشات الملونة حتى الأشياء الحرفية اللي هي زي صناعة القش صناعة الكروشي كتير منلاقي عندهم إطاع موجودة معمولة بالكروشي حتى لو هيك مرجحة يعني على جنب الأشياء هذول الثروز اللي محطوطين على الكنباي لدريم كاتشرز بالمناسبة أهم ما يميز هذا وكتير عندنا مطاعم وكافيهات تبزل بالضبط 100% تبزل هذا الستايل بالضبط كتير يعني عن جد شكرا إليك لأنه أعطوتينا فكرة سريعة عن مجموعة من الأماط بس بدي تجاويني جواب سريع بعد إذنك ماجد بالأردن شو أكتر نمط بتحسيه سائد بشكل عام تنين اللي هو النيو كلاسيك وزائد الأكليكتك ما حكينا عنه اللي هو العشوائي إنه أنا بختار من كل إشي 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 بالضبط أصطنا فيك كتير شكرا لإليك حتى النمط اللي انفي زايتنا فيه الستايل والألوان غير شكال نتمنى لك يوم سعيد وكل عام وأنتي بألف خير شكرا لإليك شكرا أهلا فيك شكرا يعني نحن بهيك تقريبا وصلنا المفروض لنهاية أول ساعتين من برنامج يوم جديد بعد شوي راح ننتقل لشيف علا يا هباب وصيادية عقبوية نعم لكل حبايبنا اللي بالعقبة أكيد أطيب صيادية يعني بدأ أتشكر كل الزملاء اللي كانوا متواجدين معنا اليوم بحلقتنا على الهوى مباشرة شكرا لكل مشاهدين اللي تابعونا خلال الساعتين الماضيين بدي أتمنى لكم عيد سعيد يا ربي دوم الفرحة والأمان والصحة عليكم على بيوتكم على أهليكم وأحبابكم كل عام وسيدنا بألف خير وكل بلادنا بألف خير وأهم شيء انتبهوا للإجراءات الوقائية الله يحميكم جميعا وكل عام أنت بخير يا هباب وأنت بألف خير لارة وكل عيلتك وحبايبك وينعاد عليك يا رب بالصحة والعافية وأكيد يعطيك العافية أكيد مشاهدينا بتمنى لكم عيد سعيد إن شاء الله يا رب ينعاد علينا بالصحة وهدات البال وما يرجع في كورونا ولا نشوف كورونا ولا أي نوع من كورونا إن شاء الله يا رب أيامكم كلها سعادة وراحة بال بنلاقيكم بعد العيد هلأ بناخد فاصل صغير وبعدها بنرجع مع علا وضيفتها الكريمة لحتى نعمل أحلى صيادية عقبوية اشتركوا في القناة